لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية دانا ما زالت هناك حديث عن المزيد من القلق كيف يقرأ ما يجري الآن في الداخل الإسرائيلي؟ بالفعل هناك تخبطات حتى في الإعلام الإسرائيلي في الحديث عن مصدر هذه الضربات التي دوت على إثرها صفرات الإنضار في إلى جنوب فلسطين المحتلة كان الحديث حسب شبود عيانة عن سماع الدوي انفجارين في سماء تل أبيب والجيش الإسرائيلي رسميا قام بالإعلان عن اعتراض مسيرة كانت قد قدمت نحو سماء تل أبيب وقال الجيش الإسرائيلي بأن لا مخاوف حتى اللحظة من حادثة أمنية غريبة ولكن المعلومات ما زالت شحيحة خاصة في مصدر هذه الضربات وهذه صفرات الإنضار هناك تحليلين أو هناك ترشحين الأول يتحدث أن هذه الصفرات كانت قد ضوت بسبب وصول الصواريخ الباليستية والتي عادة ما تأتي من الحوثيين من اليمن ولربما تكون هذه المسيرة الإسرائيلية التي تم الإعلان إسرائيليا عن اعتراضها قادمة أيضا من منطقة مجهولة ولاسية ولربما تكون من العراق حسب التحليلات والتقديرات العسكرية الإسرائيلية خاصة بأن هناك العديد من الضربات كانت قد وصلت نحو البحر الأحمر من العراق وكانت هناك ضربات كانت قادمة من اليمن لذلك الترجيحات تقول بأن مصدر هذه الضربات أو هذه المسيرة الإسرائيلية قد تكون اجتازت منطقة جغرافية بعيدا أي أنها قادمة من اليمن أو حتى من العراق ولكن حتى اللحظة لا تأكيدات حول مصدر هذه الضربة التي دوت على إثرها صفارات الإنضار الإسعاف الإسرائيلي تحدث بأنه لا إصابات سجلت نتيجة هذا الانتجار وبأن هذا الانتجار الذي كان قد صمع حسب شهود العيان كان مصدره هو الاعتراضات الجوية ننوح أن الجيش الإسرائيلي كان منذ اليوم الأول للتصعيد في البحر الأحمر كان قد نشر منظومة القبة الحديدية وعزل تواجدها هناك بل كان قد نشر منظومة دفاع جوية خاصة ومقصصة لإعتراض الصواريخ الباليستية القادمة تحديدا من مناطق جغرافية بعيدة نسبيا نتحدث أيضا كما ذكرنا الإسعاف الإسرائيلي قال بأنه لا إصابات في صفوف المستوطنين أو حتى في المباني السكنية في منطقة إيلات الآن يعني الهدوء الحذر يخيم على سماء إيلات وهناك كان إعازات لسكان المنطقة ونحن نتحدث أن إيلات هي منطقة سياحية في الأغلب يعني كانوا قد طلبوا منهم عدم الخروج في مناطق مفتوحة عند سماع الدوي سفرات الإنظار ناك ولكن الآن الهدوء الحذر يخيم على المكان ننوه إلى نقطة هامة هي أن هذه المرة الأولى منذ ما يزيد على شهر ونصف التي كانت فيها سفرات الإنظار قد عادت ودوت في سماء الأبيب نتحدث أن آخر المرات التي دوت فيها هذه السفرات عفوا في إيلات منذ نهاية شهر 11 أي منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي والآن عاد هذا التصعيد من جديد إذا كانت هذه الضربات حقيقة من اليمن فهذا يحمل رسائل سياسية هامة وهي أن التحالف الدولي الذي أنشئ لمحاربة الحوثيين والذي يتغنى بأن هناك تدمير ربع خرسانة الأسلحة للحوثيين ما زالت هناك ضربات تصل في مداها إلى مناطق جغرافية بعيدة المدى نسبيا وتحديدا إلى عرض بحر الأحمر أود أن أشكرك جزيلا كنت معنا من القدس مراسلتنا من هناك دانا أبو شمسية